هتافوناس شجرة كذا لما نجيوب ونقول له هذي هذي شين تقولولها نقول له هتافوناس يقول لي لا هذي بقر ويضربني سامحيني هذي الليبي مفروض يعرف ان هذا مرينا به كلنا انا زمان نتذكر عمري تسع سنوات المدرس طلب مننا في حصة التعبير وهذه اثرت فيها كثير هنا اليوم المدرس يقول لنا اكتبوا حاجة في التعبير عن اي حاجة تبوها طبعا كان فيلم عن ام مختار مشهور جدا اكتر طلبة كله كتبوا عن ام مختار انا كتبت علي سليمان البروني المدرسة لوحة وقاتلي عنصري مدرسة عمر تسع سنوات شل عنصري حتى كل ما نعرفهاش اللي بنقول لك اننا نحنا ننبوش اولادنا يصير لهم نفس المشاكل اللي صرت اننا نحنا وشم بيضرك يا ليبي اني نيل لغتي تكون رسمية اني نيل دولة تدرس لغتي في المدرسة تدفع لي حق التدريس محمد مازالنا ندوره في كده مازال الاني بنتكلم انا مش مشره بش نعطي انا مش مشره بش نعطي كيف تندار انتو بتدخلونا ما هو في الاحزاب والناس كلهم بيدخلونا في مشكلة شكون والنسبة الاخرية هذي مش مشكلة ني انا مواطن الدولة مشكلتها نية تجد التشريعات وتجد التفاصيل اني نبي نعرف اني ني زي زي هيتم وسعيد وعمر بس وعالي بما انك قلت الدولة بما انك قلت الدولة الدولة الان في احنا العصر العولمة والديمقراطية هل الدولة مركزية هل مازال التعليم وظيفة الدولة ان احنا قلنا ما فيش وزارة اعلام الان بدانا نتكلموا فيها هل ممكن لا هذا قبل العصر الحديث هكذا كان الحال انه كان في زي المحاكم الشرعية مختلفة على حسب الطوائف كان ايضا التعليم مختلف فيحافظ على الخصوصية ولذلك كان في نظام الملل يعني انا نعتقد هي الاشكالية الكبرى احنا نهتمه زي ما حضرتك ذكرت بفكرة الدستور المكتوب في الصطور ولا نهتم بالدستور اللي في الصدور وهي الثقافة نفسها انا حب نعطيك كل واحد فيكم اقل من دقيقة للختام اه تفضل اه تفضل اه طبعا انا نؤكد اه نؤكد لا اننا ليبيا للجميع وانا لا فرق بين ليبي وليبي وبالنسبة للشان المزيغي شان ليبي عام صحيح انا اتحدث لمزيغية ولكن يهم كل الليبيين وكل الليبيين مهم رأيهم شريطة ان يكون ميزانة حقوق الانسان وحقوق المواطن سيد محمد في شيء تدول كثيرا وهي قضية الفرض على الآخر بمعنى الامزيغية لو دخلت في الدستور تعني أني بنفضرها على الآخر في الحقيقة أنا من فرض علي لغة الآخر وأنا لن أكرر هذا الخطأ ولا نفرض على أحد أي شيء ولا نريد أن نفرض على أحد أي شيء لغة الامزيغية دسترتها تعني ضمان حقوق الامازيغ ليس إلا ولا تعني التعدي على حق الآخر سيد نزار هليني بنقول يعني كنا ولازلنا وسوف نبقى ليبيا دخلت منعطف حضاري جديد بفضل الله سبحانه وتعالى فقط نريد أن نضمن هذه القضايا أن يكون الوحدة الوطنية والمواطنة في مواجهة القبلية والجهوية ملف الوطنة يجب أن ينضخ وسط شرين المجتمع والدولة وليبيا بإذن الله ستعبر إلى ضفة الحرية والاستهار سناء ختاع أنا نقول أن ثورة 17 شبراير قامت للجميع وهي تنادي بالعدل وبالحرية وإذا كانت العدل والحرية أن تنصف الجميع هذا يجب أن تنصف الأمازياء إذن بكلمة أتفضل حضرتك وأيضا أن عندما نتحدث عن اللغة الأمازيغية أيضا اللغة العربية لغة نفتخر بها ولا يوجد جدء جدا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة